أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ويبدي أن نتأمل في الآية والمصاحف أمامكم قال الله عز وجل بعد هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ما علاقة الآية يعني الحقيقة الآية لو أحد منكم حافظ الآيات يجدني بعض الحيان ينسى هذه الآية لأن كأن هذه الآية ليس له علاقة بالسابق واللاحق اللاحق يسألونك عن الخمر والسابق كان في مقام الردة فقال الله عز وجل هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولا بدأ بالهجرة وترى الهجرة آيات كثيرة تبدأ بالهجرة قبل الجهات ولعل الهجرة بفتاح للجهات في أفضل فما السر إن الذين آمنوا والذين ثم أيضا ما السر المعتاد في القرآن أن الإيمان يأتي مع الهجرة والجهاد بدون عطف الموصول عليها يعني هنا أظهر المنصو قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا في آيات كثيرة في القرآن يأتي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وإلا لا لكن هنا أظهر المنصور أو عطف المنصور فجاء به مظهرا فما السر هنا لأن لها علاقة بمسألة يسألونك عن الشهر الحرام جاء في سبب نزولها قالوا بعض الصحابة هب أنه ليس علينا ذنب فهل لنا أجر يعني هذه السرية التي اعتدينا اعتدينا في الشهر الحرام ونحن ما لنا أعلم إن كان أو قال بعض الصحابة إن كان ليس عليهم ذنب فهل ليس عليهم وزر فهل لهم أجر فقال الله عز وجل وأظهر مقام الهجرة وعظمها مقام الهجرة والجهاد فصلها عن الإيمان مع أن اتبع الإيمان فعظم من شأنها وأكدها إن الذين آمنوا ثم قال والذين والذين ما كانت تأتي بالذين والذين هاجروا وجاعدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله وكما يقول الربيع بن أنس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل رجاء أهل رجاء ومن رجاء طلب ومن طلب هرب يعني ففروا إلى الله يعني يعني هم متى رجوا ومع ذلك يرجون يعني ما يجزمون يعني لاحظوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم أيضا ناس بالغفران لأن كان غفر لهم ما وقع منهم لكن تأملوا الذي ما رأيكم يقول الشيخ السعري عند هذه الآية وهذه الآية تدل على أنه لا ينفع الإيمان والرجاء بدون إيش بدون عمل فالذي يرجو حقيقة لا بد أن يعمل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا لاحظوا أعمال كبيرة ومع ذلك تواضوا عن منهم يرجون فهو لا يرجون وهذا أيضا ما أدلوا يرجون لأن الرجاء لعل أن يقع ذلك نسأل الله يعفو عن الجميع البعض مننا لم يقدم إلا أقل القليل ومع ذلك يجزم ويرجو قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان في صورة المؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ولذلك من صفتهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أولئك يسارعون في الخيرات وليست أي مسارعة وهم لها سابقون هذا اللي يرجون صحيح هذا اللي أيضا رجوا ومع ذلك من توضعهم يرجون وأخبر الله سبحانه وتعالى بحالهم أنهم كذلك طيب يقول الله سبحانه وتعالى في في الآية وفي المقطع التالي لهذا المقطع وكما قلت بدأنا نحن الآن في مسألة النفقة ثم الجهاد لعلاقتها بالجهاد ثم حكم القتال بدأت التفريعات ثم بدأ الحديث في التفريعات وهو الخمر وهذه من من أوائل الآيات التي نزلت في شأن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وقد سبق الحديث عن السؤال وكثرة السؤال في المسائل الفقهية لاسيما في هذه السورة سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر وهذه الآية من أوائل ما نزل من أوائل ما نزل في تحريم الخمر وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن آية النحل قول الله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أنها من أوائل الآيات التي جاءت في الحط من شأن الخمر أنها قالت سكرا ورزقا حسنا فكأن السكرا ليس من الرزق الحسن على كل سواء هذه الآية أو الآية السابقة فهذه من بدايات أو من أوائل الآيات التي جاءت مشعرة في انحطاط الخمر وأن فيه منافع لكن إثمه أكثر من نفعه يسألونك عن الخمر والميسر ولقائل أن يقول هذا التدرج الذي جاء في الخمر يعني جاء في هذه الآية في سورة البقرة ثم جاءت الآية الثانية أيضا المحرمة لأوقات وتضييق الأوقات في شرب الخمر آية النساء يا أيها الذين عامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقلون ولا جنوبا إلا عابر سبيل ثم جاءت آية المائدة المحرمة التدرج بدأ بالبقرة ثم النساء ثم المائدة يا أيها الذين عامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تدرجت هذا التحريم الخمر يقول أنص رضي الله عنه لقد حرمت الخمر يوم حرمت ولم يكن شيء من العيش أعجب لهم منها فكان هناك تعلق من أهل الجاهلية وكذلك من أسلم بالخمر فما حرم عليهم شيء أشق عليهم من تحريم الخمر ولذلك جاء التدرج بخلافه كثير من التشريعات كالزنا حرم حرم مباشرة وغيرها من التشريعات لم يكن تدرج إنما جاء في الخمر وقد جاء في سبب نزولها أن عمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر فنزل هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسي قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما والخمر مشتق من المخامرة إما أن يكون مشتق من التغطية ولذلك يسمى غطاء الوجه بالنسبة للمرأة خمار وإما من التخمير وهو أن يترك هذا المشروب حتى يختمر ويقذف بالزبت وإما من الإغلاق يغلق ويصاب الشارب بإغلاق في شربه هذا وكل هذه الاشتقاقات موجودة في الخمر فالخمر يترك يترك حتى يختمر وكذلك يغطي العقل فكلها موجودة في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر والميسر أيضا جاء ذمه قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثب كبير والميسر مشتق أيضا إما من اليسر لأن صاحب الميسر وهو نوع من القمار صاحب الميسر والقمار هي المغالبات سواء القولية أو الفعلية التي يحصل فيها المغالب على مال بدون تعب ولذلك قيل أنه مشتق من اليسر لأن هذا الشيء يأتي على سهولة وبدون تعب هذا المال وإما أنه مشتق من اليسار وإما من التيسير والعلي وضح هذا هيئة الميسر في الجاهلية كانوا يتقامرون وكان هناك أنواع في الميسر لكن من أشهرها وأقول من أشهرها لأنه سيوضح معنا في الآية أشهر أنواع الميسر أنهم كانوا في الجاهلية يأتون بخريطة أو بكيس ويضعون فيه عشرة أسهم عشرة أسهم سبعة رابحة وثلاثة خاسرة سبعة رابحة وثلاثة خاسرة ثم يأتي الذي يخرج هذه الأسهم من الخريطة بعد أن يطعوا وضعوا الأسهم في الخريطة قبله يأتون بجزور وهذا الجزور ينحروه ويقسم لحمه أجزاء على حسب هذه الأسهم وهذه الأسهم بعض الأسهم إذا أخرجتها يخرج لك قطعة من هذا اللحم وبعض رسهم قطعتين وبعضها ثلاث وبعضها أربع إلى أن نصل إلى سبع ويسمى القدح المعلّة أو يسمى المعلّة ولكن يعني يكون له القدح المعلّة يقول له الفرد والتوأم الفرد واحد والتوأم اثنين وهكذا وإما أن يخرج له الثلاثة الخاسرة فيدفع القيمة وانتبهوا للقضية كانوا في الجاهلية بالنسبة للميسر هذا النوع أنواحية لكن هذا النوع المشهور كانوا يتغالبون فيه واللحم الذي يحصلون عليه يعني يعطونه للفقراء يعطونه للفقراء وهذا يفسر يفسر لكم معنى ماذا ينفقون لماذا جاءت ويسألونك ماذا ينفقون واضح لأنهم كأنهم يقولوا يعني هذا النوع مدام يسألونك على الخمر والميسر يقول فيه ما إثم كبير وما نافع للناس مدام إثمك برطيب ماذا ننفق ماذا ننفق وكذلك بالنسبة للخمر كانوا يبيعون فيها ويشترون ويتجرون وأيضا من منافعها ما يحصل فيها من التغطية والنشوة التي تحصل بشربها ويذلك يقول حسان ونشربها وتجعلنا ملوكا وأسدى ما ينهنها اللقاء يشربها ويستور أنه ملك لكن بعد ما يصحي يصبح بدل من الوكس يصعلوك يعرف أنك ما كان ويقول الآخر وإذا شربت فإني رب الخوير نقي والسديد يعني رب الأسر والعروش وإذا صحوت فإني رب الشويهة والبعيد أرجع كما كنت لكن كانوا يفعلون هذه فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وفي قراءة كثير إثم كبير أو كثير وإثمهما أكبر من نفعهما والشيء إذا كان فيه منفعة ومضرة الأصل الدر ولذلك استنبط أهل العلم من هذه الآية قاعدة مهمة درء المفاسد مقدم على جرب المصالح درء المفاسد مقدم على جرب المصالح إذن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس والعجيب يا إخوان بالنسبة للخمر والميسر حتى عند الكفار بدأوا يحاربونه ويشعرون أن ولذلك عد بعض المفسين من أكثر من خمسين مرض بسبب معاقرة الخمور وكان بعض أو أشهر الأطباء في ألمانيا يقولون أغلقوا نصف الحانات نغلق نصف المستشفيات كأن هناك ارتباط بين أمراض وبالذات أمراض المارض الباطنية وبين الخمور وفي أمريكا في سنة ألف وتسعمائة وتسعطاش إلى ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين بتاريخهم الميلادي الحكومة الأمريكية نزلت في ولاياتها جيش لتمنع الخمور نهائيا وتصادرها وتمنع تعاطيها لكن ما استطعت والعجيب أن الكفار يدركون أيضا ضرر هذا ولذلك بدأوا يقيدون مثلا شربه وأنواعه حتى الميسر الميسر هذا القمار هل تصورونه في كل الدول مباح بل في أمريكا يمكن ليس مباحا إلا في مدينة واحدة من عشرات المدن فقط صمح في مدينة واحدة يسمح بفتح نوادي للقمار بقي ممنوع لأنه يعرفون هذا يعوقت هلاك للوقت وهلاك للمال بلا إبداعي لعب وعبع هذا اللعب أموال تذهب وهذه كانت موجودة في الجائلية فجاء السم بالتدرج في تحريمه وخاصة في الخمر إذن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وعرفنا أيضا شيء من هذه المنافع في البيع والتجارة وما يكون من شأنها لكن إثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون إذن ماذا ينفقون نعرف لماذا جاءت هنا مع أنها قبل آيات جاءت وليس لها مكان هنا إلا ما عُرف من سبب نزولها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو يعني الفاضل الشيء الزائد ما زاد عن الحاجة ينفقه الإنسان قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أي شيء في الدنيا في أضرار هذه المحرمات أيضا سواء في الخمر أو في الميسر أو في النفق وأن المنفق من الفاضل والزائد خير بل هو الباقي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ثم سمرت الأسئلة تتتالى ويقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ويسألونك عن اليتام ويسألونك عن اليتام ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير هنا سألوا ويظهر أن هذا السؤال أيضا كان سببه أنه شدد في شأن اليتام فقال الله عز وجل في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن فشق ذلك على الصحابة وعزلوا طعامهم عن طعامهم وشرابهم عن شرابهم فجاءوا يسألونك يعني كيف نصنع باليتام والعجيب أن اليتام أول ما نزلته الآيات بالتشديد التام في شأنهم ثم خففت قوية النفوس ورهبوا من شأن اليتام فخفف الأمر فقال الله يسألونك عن اليتام قال الله أصبح إصلاح لهم خير ولذلك قال وإن تخالطوهم كانت الخلطة ممنوعة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم لماذا من يقول ما قال إصلاح أموالهم أو إصلاح نعم يشمل فقال إصلاح لهم يعني ليشمل الذات والمال إصلاح لهم ويسألونك عن اليتام والعجيب أن اليتام ورد في القرآن في أكثر من 23 موضع وأكثر ما عني بشأن ماله والتحذير من قربانه 23 آية وموضع يذكر فيها شأن اليتيم ويحذر في جوانبه المالية لا تقرب فكيف بالتعامل معه إذا كان هذا في شأن المال فكيف به بحاله وإذلك ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير إصلاح لهم إصلاح في شأن المال إصلاح في جهة الذات إصلاح كل ما يكون من الإصلاح خير إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم هذه الأشكال هل نخالط أموال اليتامة وندخل بأموالنا مع أموالهم إذا كان القصد الإصلاح فلا بس ولما أعطان الله عز وجل للرخصة شدد ما قال يعني كانت الأمر مشدد قبل ثم جاء التسهيل ثم في الآية نفسها عادت مرة أخرى عادت تشديد مرة أخرى كيف لا قال والله أولا والله قدم المفسد قال والله ما قال ويعلم الله والله يعلم المفسد هو الألف واللام للإستغراق ما قال يعلم كل مفسد ولا مفسد المفسد لأن الفساد أنواع كثيرة في أموال اليتامة والله يعلم المفسد بالمصلح كان طاوس بن كيسان اليماني إذا جاء أحد يسأله ولي يتيم يسأل على اليتيم ماذا أصنع كذا وإلا أصنع كذا وإلا أصنع يسأله تلعلي هذه الآية ويسألونك عن اليتامة أنت تجي تسأل على اليتامة قل إصلاح لهم خير فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولاحظوا التهديد أولا تقديم لفظ الجلالة ثم إظهار تقديم لفظ الجلالة ثم الألف واللام في الإفساد الاستغراق حتى يستغرب كل أنواع الفساد وترى أنواع الفساد في إصلاح اليتامة تتناها ولذلك الحية الكثيرة القائمين على اليتام قد يحتالون ويحتالون لذاك يجي حد يسأل كما قال طاوس والله يعلم المفسد من المصلح لا تسألني استفت قلبك لا تلعب وتعبث بشأن هذا اليتيم والله يعلم المفسد قدم المفسد على المصلح وجاب الألف واللام ثم قال ولو شاء الله لا أعنتكم أثقل عليكم لكن رخص فلا تكون هذه الرخصة السبب رخص في المخالطة فلا تكون الرخصة السبب ما أراد يعنتكم استغليت رخصته في عدم إعناتكم بالعبث بأموال اليتامة فشدد الله عز وجل في ذلك ولو شاء الله لا أعنتكم وأثقل عليكم ثم بعد ذلك في غفور رحيم عزيز حكيم عزيز الحكيم واضحة في التشريع هذا عزيز إن كنت أعز وأقوى وأقدر في شأن هذا المال الضعيف اللي أنت ولي عليه قد تعبث بالأوراق وتعبث بالداخل وتعبث بالطالع أنت يدك يد أمانة وأنت مستأمن على هذا المال اليتيم فقال الله سبحانه وتعالى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعْنَتَكُمْ فَجَاءَ التشديد أيضاً في عدم نكاح المشركات ولا تنكح المشركات فهل الكتابية قد تكون مشركة واليهودية ها لكن الله عز وجل استثنى هؤلاء استثنىهم في سورة في آية المائدة وفرق بين الكفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فسماهم كفار من أهل الكتاب والمشركين فالمشركين الحقيقة غير وإن كان ابن عمر يحرم رضي الله عنه نكاح حتى الكتابيات وعمر رضي الله عنه له رأي في هذه المسألة أنه لا يرى عمر كان يكره بل يصل إلى التحريم حتى أنه كان منع حذيفة ونهاه لما تزوج فقال يا أمير المؤمن أتراه محرم فأترك قال لا انظروا الفقه عمر رضي الله عنه عمر كأنه يرى أن الله عز وجل أباح الزواج بالكتابيات أول الإسلام لقلة النساء ولوجوده في فتحات أما اليوم بعد الفتحات فوجد مسلمات فلا يحتاج أن تأخذ من أهل الكتاب ثم قال قال كلمة مشهورة قال أخشى أن تتعاطوا المومسات لو تساهلت في الزواج بالكتابيات وعموما هذا رأيي لعمر رضي الله عنه ولك الجمهور على جواز الزواج بالكتابيات أما المشركات فقول واحد أنه لا يجوز الزواج بهن لا يجوز الزواج بهن والحقيقة في هذه المسألة أيضا رأيت رأيي بعض المعاصرين يعني للشيخ عبد العز بن باز الله يغفر الله ويرحمه والشيخ بالعثيمين وغيرهم كراهية الزواج من هذا الكتابيات يعني خشية أن يعني يحدث شيء من الولاء بينهما والأولاد والحقيقة وجدت كلام جميل للشيخ الألباني في هذا المقام قد يكون فيه ملامسة للواقع ولمعرفته فكان يقول يجوز الشيخ يحرم بعض نواعه يجوز بشرط الزواج بالكتابية قال يجوز بشرط أن تكون الكتابية من رعاية دولة إسلامية يعني كأن تكون كتابية مصرية أو باكستانية في بلد إسلامي أو سورية إذا كان يجوز لأن الغلبة للمسلمين أو تكون منك إذا ترخص فيكون أيضا من كتابية لكن من بلاد كتابية ضعيفة ليس القوة لأهل البلد لأن الآن لو تزوج بكتابية مثلا من بلاد الغرب من أوروبا أو من أمريكا الدولة قوية ولو تكون من رعاية تلك الدول النظام قوي في قضية جد بالأولاد قد يحدث مفاسد قد تطلق الزوجة هذه فتأخذ مالك وتأخذ أولادك ثم يتنصر الأولاد ولذلك رأى بعضها العلم وهو قوي لبعض المعاصي الفقهاء أنه بعد قوة هذه الدول أصبح الدول الزواج من الكتابيات من تلك الدول النصرانية القوية لا يجوز خوفا من هذا أو إغلاقا لهذا الباب إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة انظروا للمفاضلة يقول الله سبحانه وتعالى لما الإنسان قد يتجه إلى تلك الكتابية لهذه المشركة لأنه قد ينظر في بعض المحاسن عندها فقال الله وقوله حق وصدق وينبغي أن تكون هذا القول على العين والرأس قال الله سبحانه ولأمة مؤمنة ميب حرة أما عبده تباع وتشترى ولأمة مؤمنة خير من مشركة طيب خير من مشركة عادية لا خير من مشركة ولو عجبتكم الله يقول خير وأنت تقول خير هناك خيرين الله يقول خير وأنت تقول خير فأيهما تقدم في الخيرية قدم خيرية الله وستجد أنه خير إذن كأنه يقول لك محو لاسبة طبعا أنت رح تأخذ أمة لكن خذ حرة مؤمنة إذا كانت هذه الأمة التي تباع وتشترى وناقصت الحرية عند الله خير عند الله فينبغي أن تكون عندك لأنها ستكون أيضا أم أولادك والأمة مؤمنة خير واستنبط فائدة جميلة الشيخ محمد وما رأيت حد الحقيقة استنبط استنبط مثل هذه الفائدة قال الشيخ محمد بن عثيمين الله يغفر له ورحمه عنده هذه الآية والأمة مؤمنة خير قال دين الإسلامي دين عدل لا مساواه استنبط جميل الخيرية يعني عدل دين دين عدل لك مساواه لا ما يستوي الكافر مع المؤمن أما مؤمنة خير لكن هو دين عدل في فرق ترى دقيق ممكن نستبدل كلمة مساواه بأنه دين عادل نعم عادل لا هذا حقوق لا هذا حقوق لك ليس مساواه استنباطا من هذه الخيرية هذه التي تباع وتشترى خير من تلك المعجبة والعادل أن المعجبة تكون أيضا من ذات مال ذات جاه ذات جمال فقال الله خير ونقول نحن خير ولا تنكحوا أيضا هذا المشرك لا ينكح ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من المشرك ولا أعجبكم وأما بنسبة الكتاب فلا يجوز أن يتزوج المسلمة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذن حتى مسألة ولا طيب لو قال قائل وهذه قد تعرض ولا تنكح هل المراد هنا النكاح بمعنى العقد ولا الوطن هو في اللغة النكاح بمعنى الوطن وفي الشرع العقد وش الدليل على أن النكاح في الشرع بمعنى العقد مجرد العقد يعني لو قال قائل الآن نحي دعوية قال أنا سأعقد على هذه المشركة لكن لن أدخل بها حتى تسلم وقال إن الله عز وجل يقول نظر ظاهر الآية ولا تنكح المشركات فأنا لم أنكح فماذا نقول له نعم يا أيها لا في قول يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فسماه نكاح ما فيه مسيس ولا لا نكحتم ولم تمسوهن فالنكاح في الشرع يطلق على العقد على العقد مجرد عقد العقد على ولذلك مجرد العقد على البنت يحرم الأم وكذلك بالنسبة لهذه ما يجوز ولذلك يعني يسأل بعض الإخوان يسأل بعض الإخوان في الغرب ويقول أنا من باب أني سأدعوها وكوني أدعوها لابد أن أقابلها وأجلس معها وأتبسط معها فحتى أخرج من الحرج الشرع يعقد عليها ويأكل لا أدخل بها نقول لا هذا ما يجوز أيضا ولو ولو كانت هذه غاية نأتي بعد ذلك إلى قوله سبحانه وتعالى بيان العلم يعني الله سبحانه وتعالى لما جاء في أمر النكاح علل وهذا من لطفه بنا وإلا لو حكم وقبى بدون تعليل سمعنا واطعنا لكن من لطف الله عز وجل بنا قال لماذا لماذا هؤلاء لا يصلحون للزواج لماذا هؤلاء لا يصلحون أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه لاحظوا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض طبعا الأسئلة هذه بعض الأسئلة كان بحكم أن أهل الإيمان في المدينة والإسلام اختلطوا باليهود وعرفوا بعض الأحكام الشرعية عند اليهود ومنها أن اليهود ذحابت المرأة اعتزلوها ولم يقتربوا منها بل شددت شدد في التوراة عندهم المحرفة شدد في ذلك حتى أنهم يقولون أيما رجل أيما رجل لمسها مسها وهي حاعظ أصبح نجسا إلى المساء ولا تقبل له صلاة عندهم وعبادة سبعة أيام وإذا مست الفراش أيضا هذا الفراش يصبح نجسا فكانوا يعتزلونها ويجعلونها بعيد وكانوا على كتاب فكان أهل الإسلام ينظرون فيه فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المحيط ما شأنوا المحيط فبين النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت الآيات توضح حكم الحائظ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى يسألونك عن المحيط والمراد الحيط والمحيط مشتق من حاض في اللغة حاض الوادي أيسال أو من السيلان والانفجار ويسألونك عن المحيط يقول هو أذى وقول أو الآية لما قالت أذى ونكرت هذا الأذى يدل على أنه أذى يسير ويسألونك عن المحيط قل هو أذى لكن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيط فاعتزلوا النساء في المحيط والمراد في المحيط في وقت الحيط وفي مكان الحيط فاعتزلوا النساء في المحيط طيب قال طيب قال وَلَا تَقْرَبُوهُن ماذا تبيت يعني الله سبحانه وتعالى هنا قال لو جاءت ويسألونك عن المحيط قل هو أذى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهر لك لماذا جاءت وَلَا تَقْرَبُوهُن ها ليبين أن الاعتزال ليس مثل اليهود بعادها إنما الاعتزال بعده من القربان بس طابح يعني قال وَلَا تَقْرَبُوهُن إذن ليست القضية أن لا تآكل قال اليهود ما يآكلونها ولا يشاربونها ويجعلونها في ناحية من البيت حتى أن بعضهم حتى بعض الديانات المحرفة الآن وبعض غير الديانات كذلك الهندوسية الهندوسية جعلون لها مبنى خاص في البيت يبعدونها نجسة فقال الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى جعله نكره وسهل فاعتزلوا النساء في المحيط في هذا المكان وَلَا تَقْرَبُوهُن إذن المراد ليس الاعتزال بالأبدان لا المراد الاعتزال بعدم القربان بعدم القربان يعني لا تواقع وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عاش كانت حينها تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام لكن لا يقترب من هذا المكان كل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيط إذن عدم المجيء أو فائدة وَلَا تَقْرَبُوهُن حَتَّى لَيُفْهَمْ مِن اعتزالهم إبعادهم لا فاعتزلوا النساء في المحيط وَلَا تَقْرَبُوهُن حَتَّى يَطْهُرْن وفي قراءة يَطْهَرْن وفي مصحف أبي وابن مسعود يَتَطْهَرْن إذن الحل حتى الآية تكبيلة الآية فاعتزلوا النساء في المحيط وَلَا تَقْرَبُوهُن حَتَّى يَطْهُرْن فَإِذَا تَطْهَرْن إذن الحل مشترط فيه الطهارة والاضطهار انقطاع الدم والتطهر والاعتزال حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فإذا تطهرن ونسير مع ظاهر الآية تأملوا في ظاهر الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يعني من المكان الذي منعتم منه ثم لاحظوا الختام الجميل في الآية في ختام واضح وفي ختام إن الله يحب التوابين ويحب المطحرين هنا التوابين لما جاءت يعني كأن هناك إن الله سبحانه وتعالى يحب من يتوب من الذنوب يتخلص ويتطهر من الذنوب وكذلك من يتطهر بالماء يعني نحن قد نلتفت ونعتني عناية دقيقة وحريصة على التطهر بالماء وقد نبالغ وقد نوسوس لكن ننسى التطهر فجاءت مناسبتها يعني إن هذه أحكام لكن جاء في ضمنها إن الله يحب التوابين الذين يتوبون ويحب المطحرين وإن كان أيضا بعضهم قال إنه قد يعني يحدث شيء من التقصير فجاءت هذه الآية لكن الصحيح إن الآية ختمت بهذا الختام الجميل لتبين التوبة من الذنوب عموما والتطهر من الذنوب عموما والتطهر من الأنجاز الحسية خصوصا ثم قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث نساؤكم حرث لكم لما جاء حكام الحيض جاء أيضا أحكام النساء نساؤكم حرث والحرث محل الزرع نساؤكم حرث لكم فأعتوا حرثكم وطبعا سبب نزولها أيضا لها سبب نزول بسبب اليهود كان اليهود يقولون إذا جاء الرجل زوجته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول ولذلك كان أهل المدينة هذا الصنيع ما تعودوا إلا بسبب اليهود على حرف واحد ولأنه لا جاء ولد كما يقولون يزعمون أنه يأتي أحول فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم فأتوا الحرث أنه بأي طريقة شئتم ليست كطريقة إذا كان في صمام وفي مكان واحد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنه شئتم ثم قال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم التقديم هنا قيلة يعني بالتسمية أو بالنية الصالحة إن الإنسان يعني يقدم لنفسه النية الطيبة في إعفاف نفسه وإعفاف من تحت يده بهذه المعاشرة وأيضا التقديم من التقديم أن يقدم النية بالولد الصالح وأنه ينفع كل هذه نيات يعني حتى الإنسان وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يأتي هذه الشهوة التي قد يأتيها فطرة ولكن له أجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوة فيكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى لكن تصحها أيضا ويعظم الأجر ويكثر بالنية أن الإنسان ينوي فعلا إعفاف نفسه يعني بعض الناس عن العفاف نفسه ويننسى غيره في بعض الأحيان غيرك أيضا محتاج للعفاف أيضا فإنوي عفاف نفسك وعفاف غيرك وإنوي نية طيبة قدم لأنفسك أيضا في التسمية وأمجيء هذه الذرية الصالحة نعم ثم قال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه بشير المؤمنين أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا فقاهم بالدين قل ما تسمعون وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر